عنوانها رسالة إلى قلالة السلطان حيثن بن طارق أقول يا سيدي يا سيدي رفع العلم يا سيدي رفع العلم بعد انقضاء حدادنا لكننا ما زال يعصرون الألم يا سيدي كفكف دموع أحبة نزفت لفقد حبيبها لما ألم ألم رفع العلم يا هيثم الرجل المفدى بيننا يا هيثم السلطان إنا لم ننم رفع العلم آن الأوان لكي نقبل أرضنا علّى الدموع تكف أو يقف القلم ما زال يسكب شعره فإلى متى سيظل ينزف حزنه واليوم قد رفع العلم رفع العلم رفع العلم آن الأوان لنهضة قبارة قابوس ملهمها وهيثم للقمم يا هيثم السلطان يا هيثم السلطان مقدك للعلا دوماً وراية عزكم بين الأمم نكس العلم رفع العلم وعمان شامخة يا سيدي يا سيدي يا سيدي ماضون خلفك كلنا يا سيدي والله أخلصنا الذمم يا خير من أوفى يا خير من أوفى وأنقى شيمة بين الملوك ويا أعز من اغتنم يا نسل من نسلوا فحول كرامة ولدوا على هذه البلاد من القدم يا نسل من نسلوا فحول كرامة ولدوا على هذه البلاد من القدم حكموا البلاد بشرقها وبغربها ساد الملوك وخير من قالوا نعم يا هيثم السلطان يا هيثم السلطان شعبك مؤمن ومقدس هذا التراب لك القسم لك في القلوب محبة يا سيدي ماضون خلفك سربنا بين الأمم